وبعيدا عن الرياضة تشهد منطقة الشرق الأوسط منافسة حادة في مجال الاستمتار الصناعي الذي تتفاقم الحاجة إليه مع تغير المناخ واشتداد الجفاف وإسف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الإمارات بأنها الدولة التي تقود الجهود الإقليمية في هذا المجال ببرنامج طموح الاستمتار الصحب بحقنها بمواد كيميائية فيما تحاول الدول الأخرى اللحاقة بها ومواكبتها وتستخدم مادتين للبذر هما المادة التقليدية المصنوعة من يديد الفضة ومادة تم تطويرها في جامعة خليفة تستخدم تقنية النانو التي يقول الباحثون عنها إنها تتكيف بشكل أفضل مع الظروف الحارة